محبي وعشاك منتخب سوريا اهلا مرحبا فيكم. يوم حابة احكي على مباراة سوريا وفلسطين شوية تفاصيل من هون ومن هون وكيف عم يتحضر منتخب سوريا لملاقات المنتخب الفلسطيني طبعا بطولة غرب اسيا تحت عشرين سنة بخيارة الكابتن محمد عقيل ان شاء الله هيك نشوف نتائج ايجابية نتائج حلوة اهداء حلو من منتخب سوريا لانه اصر له فترة عم يتحضر لبطولة غرب اسيا او بطولة كاساسية وتصفياته ان شاء الله هيك نشوف مباراة حلوة لمنتخبنا اه المباراة الاولى كما حكينا راح يواجه فيها منتخب فلسطين الفداي وكمان حابة اواجه لسالة لمكتب الاعلامي باتحاد السوري لكرة القدم اه بنهاية الفيديو راح نحكي طبعا اه باتمنى اه ازا عجبكم الفيديو واشترككم معنا بالقناة وضغطونا على زر لايك فاذا يا شباب حابة اواجه لسالة لمكتب الاعلامي باتحاد السوري لكرة القدم وخاصة الاستاذ المحترم جدا عماد الاميري طبعا انا بعرفه الاستاذ عماد الاميري من قبل ما يشتغل باتحاد السوري بنا يا استاذ عماد الاميري انا بعرفك انت شخص يعني اللهم صلى على سيدنا محمد وحكيتها كزا مرة ومع كزا شخص استاذ عماد الاميري لازم يشتغل بالفيفا باتحاد اوروبي يعني حرام انك تشتغل به في سوريا رسالتي لقلك يا استاذ عماد الاميري بتمنى انه تهدي على قناة موسى سبورت لانه بالفعل صديقي واخي موسى من ناس اللي بتحب عملها من ناس اللي بتجتهد على مجال الفيسبوك او على يوتيوب بتمنى يعني اعتبرها طلب يعني محبة طلب اخوي وانت تاج على العين وزاس والله انه تشله النزارات يعني ثلاثة النزارات خلال ايام القناة رح تنحزف والله يا استاذ عماد الاميري انا حكيت لاموسى وحكيت لك كزا صديق انه قوله استاذ عماد الاميري واحد من الناس يعني اللي بنعده بسوريا من الناحية الاعلامية طبعا مريغة انا خلط لهم يا جماعة لازم استاذ عماد الاميري يشتغل ببيعين سبورت لازم يشتغل باتحاد الدولي لكرة القدم لازم يشتغل باليويفل ليش منكمل الخبرة الموجودة عنده بتمنى استاذ الفاضل تهدي شوي علاقة على صديقي موسى سبورت لانه حرام حرام نضيع تعب العالم وانا بتابع موسى يحن يوقيت لك انا عنده كزا مشترك تمام ما بيغلط على حدا ولا بيعتاح حدا بالعكس من الناس اللي هادين على يوتيوب امكان على فيسبوك او على يوتيوب طبعا نحن ما نتحكم بالجمهور قدر امكان الجمهور هو اللي بيكتب اللي بده ياه ونحن كان صناع محتوى من طالب بالجمهور يا جماعة هدو بلا شتيمة بلا مسبات بلا هالكلام ولكن اليوم عنده على فيسبوك حوالي مئة الف على يوتيوب تقريبا شيء خمسين الف انت ما فيك تكون رقيب عكل هؤلاء الناس وبالدليل انتو صفحة اتحال الكرة عندكن حوالي ثلاثمائة وثلاثمائة وشوي ما عم تحسنوا للناس هم تسكروا التعليقات فما بالك شخص واحد عم يشتغل يوتيوب تيكتوب كذا فتمنى استاذ الفاضل تشيروا هالانزلات على قناة صديقي موسى سبورت فاذا يا شباب خلينا نرجع لمدخبة سوريا للشباب تحت بيات الكابتن محمد عقيل اتمنى يا كابتن محمد عقيل يعني فرحة والله فرحة نحن بيعقياك كمشجعين وكمتابعين لك عشقنا للفرحة نسينا طعمة الانتصارات نسينا طعمة طعمة الفوز ما معرف نحن كيف العالم بتفوز بالقاب يعني والله اشتغنا للفرحة يا شباب شوز انا الكلام معي اطلاع معي لانه انا امالي بالله كبير تمام ومهما كترة خيبات الامر راح نظل التابع منتخب سوريا تمام يا شباب تمام الكابتن محمد عقيل يعني وقت اللي كان معنا دي الفرطويب بداياته كان معي ابناني بتشرين يعني اه نوعا ما شفنا عنده فكر شفنا عنده شيء ايجابي فبتمنح الخبرة تحطها بمكانها بمنتخب الشباب بطولة بالمتناول حتى لو ما حققنا بطولة ازا وصلنا للنص النهائي او للنهائي ولكن بالنهاية نشوف اداء نشوف اه ثمرة لانه منتخب اه صار له فترة منيحة عم يتحضر معك طبعا بالنهاية هي يعتبر بطولة ودية يا اخي نحن حتى لو بطولة ودية انا حكيت في الحلقة السابقة حتى لو بطولة ودية بس نحن كجمهور نتمنى انه نشوف منتخبنا يعني يعمل شيء حلو يفرحنا طبعا كان في تصريح للكابتن محمد العقيل بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة طبعا اعطيك موعد المباراة عزيز المتابع مش هما تقول ابو هاني اخدنا وعطانا وما اعطانا اللي بدنا يا مباراة سوريا وفلسطين يوم الاربعاء بتاريخ اه ستة وعشرين ستة الفين واربعة وعشرين المباراة ساعة تسعة بتوخيط العاصمة السورية دمشقو منقولة على كذا قنات منها السسي السعودية وقنات اه باعتقد العراقية ايضا قنات الكوهيتية وبعض القنوات العربية ولكن ما راح نعملها بث مباشرة على قناة ساماسبورت واصلت مع ادارة صفحة اتحاد غريب اسبياء البطولة على حقوق ملكية فبنعتزل من الجمهور ما راح نعملها تغطية خاصة ولكن قد نعملها ملخصات اه تحليل مباريات والى اخره تمام يا شباب اه يعني المباراة الاولى بالمتناول منتخب الفلسطيني قد يكون بالفترة الحالية الله سبحانه وتعالى يفرج على اهلنا بفلسطين قد يكون المباراة بالمتناول وطبعا المتخب سوريا للشباب لعب مبارايتين وديات اما منتخب لبنان وخسرنا المبارايتين بالوديات مو مهم الاعداء مو مهم من نتيجة المهم نكتشف الاخطاء ونجي نركز على الرسميات طبعا في محترفين في لعبين ومن ابرزون زكارية رمضان اللهم صلاة سيدنا محمد زكارية رمضان امره طفل عشرين سنين تلاتة وعشرين سنين وثلاث ملاساعة وعن يلعب العشرين سنين المباراة اللي بعدها سوريا رح تلعبنا على امارات بعتقد انه الامارات شوي منتخبها افضل من المتخب سوريا وسوريا باخر مواجهة رح تواجه البحرين كمان البحرين بعتقد انه بالمتناول يعني امكانية وصول لمنتخب سوريا لدور نصف نهائي يعني بين الاجرين العريبة طبعا نظام البطولي يا شباب بيعتمد على تلات مجموعات كل مجموعة فيها اربع منتخبات بتأهلوا اه ابطال المجموعات مباشرة الى دور التاني وافضل اه اربع مجموعات انا حكيت لتلات مجموعات هنا تلات مجموعات تمام بتأهل ابطال المجموعات التلاتة وبياخدوا افضل مركز الثاني بالمجموعات تلاتة اما دخلونا بهاي العسابات المعقدة نحن صاحبين انتنا توقمين بناتنا محبيه واخوة احسابات واحتمالات وهي الشغلات اللي شبع الناس منها تمام يا شباب تمام اه مطولي من المتناول يعني بدنا اعداء حلو بدنا شيء يعني يرفع رأس الجمهور اه يرفع اه رأس الشعب السوري بعد خيبة امل كتير كبيرة منتصية اه خروجنا منتصية كأس العالم على يد مينمار اللي حدا يقل لي انه طلعنا تحت ايدين اليابان لا 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 يابان كان التحصيل حاصل تمام نحن وقت اللي تعادلنا مع منتخب مينماريا على اردن نحن هون طلعنا برات البطولية وحكينا بما فيه الكفاية وكملنا على حالنا بمباراة كوريا الشمالية اخسرناها بدقيقة الواحد سعين اتنين وتسعين ما راح نرجع للماضي لانه الماضي ما راح يرجع يا شباب اه بتشوفوا تصريح اه محمد عقيل من نهاية الفيديو حابة تحكي كلمتين نضاف على مباراة منتخب سوريا ومنتخب الفلسطيني بالتوفيق بالنهاية مهما كانت نتاج منتخبنا مهما كان مما كان المدربة او اللاعبين احنا عم نتشجع منتخبنا قلبا وقالبا نظنوا بخير السلام عليكم ورحمة الله موسيقى